اشتركوا في القناة والاستفاظة السلمية الحضارية المباركة حدثي اليكم هذا بطبيعة الحال يأتي في خضم هذه التطورات المتلاحقة في طار الصراع القائم بين أجنحة السلطة الذين يعرفونني وتابعونني منذ سنوات كنت قد تحدثت مراراً على أن السلطة الجزائرية هي عبارة عن أجنحة حينما تتفق تنهب البلاد وحينما تختلف تتصادم تتصادم بقوة حسب الظروف في التسعينات كان التصادم يقع على وقع المجازر ويدفع الناس من دمائهم ومن حياتهم ومن ثمن ذلك ولعل أبرزها ما حدث في صيف 98 حينما رمى زروال المنشفة وفي ما بعدها تقع الصدمات بطرق أخرى مختلفة الآن نعيش حلقة من هذا حلقات الصدام الأجنحة وإجمالاً وكلاسيكياً أنا في حديثي إليك مراني نحب مرات نأصل للأشياء حتى الناس تفهم بعمق ما يحدث وليس فقط هذه الصندويتشات اللي نسمعوهم هكذا من هنا إلى آخر بيش الناس تقدر تتعمق في التحليل وتفهم بعمق إجمالاً النظام الجزائري لأنه ما هوش نظام نابع من الشعب ومن شرية الشعب فهو نظام مشكل من ثلاث أجنحة دائماً جناح الرئيس أو الرئاسة جناح المخابرات جناح قيادة الأركان أو الجيش حزب الأوضاع يسيطر هذا الجناح أو ذاك لن ندخل في تفاصيل كثيرة منذ فترة جناح قايد صالح منذ الصيف الماضي فعلى فواقع فضيحة الكوكايين كان جناح قايد صالح يرتفع ويسعد نجمه وتنخفض المخابرات بقيادة ترطاق بشير ترطاق أو مولشينيول والرئاسة بقيادة السعيد وثليق طبعاً قايد صالح ظل مع موضوع الانتخابات والعهدى الخامسة إلى قبل ثلاث أسابيع بل أنه حتى هو مشاه في التهديد يعني في فترة معينة لكن الثورة الشعبية الانتفاضة الشعبية الحراك سموه ما شئتم أعطى زخم جديد لهذه الصراعات ولهذه الخلافات فيما بينه وأصبح الشارع هو الذي يضغط وبقوة ولذلك وجدنا في بيان أمس البيان اللي أصدر عن قايد الجيش يتحدث فيه عن المادة 102 من قبل كان يقوله لكن أضاف لها البارح المادة السابعة والثامنة وهذا نابع على أن الشارع بالفعل حينما كان قوي وما زال وسيستمر بإذن الله يستطيع أن يضغط على هؤلاء هؤلاء لا يملكون لا عقلية إدارة البلاد ولا عقلية التصرف بحكمة ولا أبداً إنما يخذعون للضغوط الداخلية والخارجية حينما كان الشعب نائم أو يظهر أنه نائم كان الضغوط الخارجية هي من قوى الخارجية الكبيرة وصغيرة بما فيها دولة الإمارات أو دولات صغيرة الآن ما هو أن الشعب فطن وعرفنا البلد بلده والوطن وطنه أصبح الشعب هو اللاعب الرئيسي في اللابة لكن هناك مخاطر وهنا سأتحدث عنها قبل أن أمضي في الحديث عن تلك المخاطر أعطيكم بعض المعلومات ركما عارفينها اللي يتابعوا كثيرين عارفينها ومن بين هذه المعلومات بسرعة القال قبض على حداد حداد لمن لا يعرفه هو أكبر ناهب للمال العام يسمونه رجال الأعمال يعني صراحة لا يملكون لا التفكير ولا العقل ولا الإمكانيات ولا المجمنت ولا أي شيء ده شيء والدليل أنه مقبضوه هو هارب من جهة أم الطبول على الحدود التونسية بجواز سفر بريطاني يجو هنا يدفعوا مليون مليونين جنيه ويأخذوا الجواز البريطاني أو في السويسرا أو فرنسا أي مكان رههم الجزائر ويشري بيهم الجوازات شري بيهم الأموال شري بيهم الشقق شري بيهم الأراضي بعثرهم على الكباريات إلى آخر إلى آخر أشياء رهيبة يعني من كل نواحي ألقي القبض أيضا على تحكوت تحكوت ثاني أو ثالث أكبر ناهب للمال العام في البلاد قال وجاء خارج من هواري بموديد هنا يعطينا الفكرة وهي أنهم قلنا منذ البداية يجب أن تكون هناك قائمة بليس فقط منع هؤلاء يعني بلانتردكسيون سورتي تريفور ناشيونال منع من الخرج من التراب الوطني وإنما أيضا أن يتم القال قبض على هؤلاء هؤلاء الجزائرين كلهم يجمعون على أنهم نهبوا المال العام وبما أنهم نهبوا المال العام على الأقل يجب التحفظ عليهم في معتقلات أو في السجن إلى غاية أن يقوم القضاء العادل لكي يحكم عليهم أو لهم ليس هؤلاء فقط هناك مئات من ناهبي المال العام البعض يعرفهم الناس والبعض ما يعرفهم بشكل أو بأخل إذن واحدة من الأشياء الأساسية التي على على غاية صالح ومن معه من جنيرالات أن يقوموا بها هي إلقاء القبض على ناهبي المال العام وعلى كبار أقطاب النظام بما فيهم ويحيا هذا بشار بتاع الأفلان عمار غول عمار بن يونس هؤلاء جزء رهيب من العصابة المدنية وبما أن الصراع الآن ما بين العصابة المدنية مدعومة بالمخابرات بترتاق المخابرات الحالية والمخابرات القديمة توفيق فإنه هذا وجب ويجب أن يتم إلقاء القبض على عناصر العصابة طلبنا بذلك يقومون بهذه الخطوات شيء نشجعه لكن لدينا بعض الملاحظات وبعض التحفظات المعلومات الأخرى أيضا أن عناصر المخابرات بزي مدني وبرفقة عناصر الدرك الآن على البوابات في كلوب دي بان تروسون كارونت هذه منطقة تسمى تروسون كارونت 340 يسكنوا فيها كبار لصوص العصابة أيضا على الشيراتون موريتي وفي بعض الفنادق الأخرى أيضا فنادق خمسة نجوم كثير من هؤلاء عناصر العصابات عندهم دي سويت مرات ملكية في هذه الفنادق الخمسة نجوم في الغالب لا يدفعون أي شيء هذا ما الشعب أصحابهم هناك إذن كان الآن قوائم وهذه القوائم يتم التحقق من الداخلين والخارجين إلى هذه المناطق صارت أيضا هناك اعتقالات لبعض الأشخاص لكن لدي قائمة لكن لأني مش متأكد منها تماما سأتحفظ عن ذكر الأسماء إلى غاية ربما المساء عندما تتأكد بعض المعلومات طبعا تظهر قناة الشروق الآن وكأنها الناطق الرسمي باسم القايد صالح هو باسم الجنرال الذين معا الجنرال الذين معا أمس اجتمعوا كما شفتم في الموضوع هذا لقنا ولم يذكروا كل الأسماء ذكروا في البيان ذكر حوالي سبعة جنرالات بوظائفهم فالحقيقة كانوا حوالي 12 جنرال لم يكنوا فقط سبعة وكان بالمناسبة بنعلي بنعلي اللي هو قايد الحرس الجمهوري كان معهم لم يذكر في البيان لكن كان معهم أيضا هناك الآن حصار أو هناك تطويق من طرف الحرس الجمهوري نفسه اللي هو يحرص الآن يطوّق زيرالدة حيث يوجد السعيد وأشقاءه وربما اثنين أو ثلاثة مدنيين آخرين من المساعدين الرئيسيين الحديث الآن يتم التفاوض معهم على أساس أن يتم استقدام هذا رئيس مجلد دستوري وإعلان المادة ميو اثنين وهنا يرتكب القايد صالح خطأ فادح لأن المادة ميو اثنين يا قايد صالح ومن معهم الجنيرالات لم تعود لا الوقت المناسب لها ولا الأهمية مناسبة لها الوقت لأن بوتفليقة رسميا في 27 عفريل ينتهي كرئيس طبعا نحن نعرف أنه لم يكن رئيس وأن المجموعة التي تحكم باسمه هو شقيق ومن معه وهذا الآن أصبح مؤكد وثابت هذه في حد ذاتها تهمة رئيسية للسعيد بأنه استولى على نظام الحكم بطرق غير شرعية كما يقعون عنده أي تهمة أخرى ونحن نعرف أننا لديه سبعين ألف تهمة هذه وحدها تكفي ناهيك على ما جاء في بيان الجيش أو بيان الجنيرالات أمس من أن الجماعة التقوا وذكروا أيضا أنهم التقوا مع الفرنسيين هذا موضوع الفرنسيين موضوع آخر ومهم لكن دعنا نكمله في المادة 102 المادة 102 يا جايد صالح اللي أشرتها في بيانك أمس لا تحل المشكل بل بالعكس زيت عقده وتمد 45 لبوتفليقة اللي هو تنتهي في 27 أفريل يعني في 27 يوم زيت تعطله 45 يوم وتزيد خليه 90 يوم أخرى وتجيب بن صالح أو غير بن صالح الشعب لا يريد لا بن صالح ولا بوتفليقة ولا أمثال بن صالح ولا أي واحد من العصابة هذه المدنية الموجودة اليوم شعب يريد ترحلوا يعني ترحلوا رحيل العصابات المدنية نحن لا نتحدث لا على مئات الألاف ولا على عشرة الألاف ولا حتى على الألف نحن نتحدث على أقصى تقدير على ألف شخص من بين الألف شخص هذا حوالي 150 هم القلب قلب العصابة المدنية يعني نحن نتحدث على ذرة رمل إذا اعتبرنا أو قطرة من البحر الشعب قطرة من بحر الشعب الموضوع يتعلق بحوالي 150 من كبار العصابة وإذا ضفنا لهم بعض كبار المساعدين تاحهم ألف ألف شخص المناسبة حي الله الرجل اللي قام قبل قليل لزوخ وللعاصمة ولرئيس صناتراك وقال لهم يا سراقين يا الوصوص دي قاش هذا هو الخطاب الذي يجب أن يقال لممثلي العصابة على كافة المستويات خاصة المستويات العليا دي قاش لازم ترحلو فيش نقاش قاعد صالح الآن في شرعية شعبية ودخولك صحيح أنك أشارت المالح المادة السابعة والثامنة هذا عمر جيد لكن خلاص المادة السابعة والثامنة تقول لك أن الشعب مصدر كل سلطة وبما أن الشعب مصدر كل سلطة دعوا للدستور جانبا لأنه اخترق سبعين ألف مرة ولا يحل المشكلة الآن دعوه جانبا الآن الاعتراف بأن الشعب مصدر السلطات يتم القبض على السعيد وإشقائه كل الآخرين والبداية الاستماع للشعب الشعب يقرر مصيره والشعب خرج الآن في ست جمعات وما بين الجمعات خرج في كل الأيام يريد استرجاع قراره استرجاع مصيره حكم مدني الجيش والجنيرال يقوم بدور عسكري حماية البلاد دون تدخل في شؤونها الداخلي الخوف كل الخوف أن البعض أنا شخصيا كنت قلت وهذا منقفنا في رشاد أننا نساند كل موقف يؤدي إلى القضاء على العصابة المدنية ونساند كل موقف يهدف إلى الاستماع للشعب وتنفيذ ما يريده الشعب ونساند كل موقف يؤدي في نهاية المطاف إلى أن جنرالة البلاد والجيش عموما يذهب إلى مهام العسكرية ولا يتدخل في السياسة لكن الخوف كل الخوف أن تغتنم الفرصة لمحاولة للتلاعب بالانتفاضة الشعبية تلاعب بها على طريق إظهار لقايد صالح وكانوا المخلص قايد صالح أنت دورك لست المخلص أنت فقط بما أن السلطة في قلبها هي سلطة عسكرية وبما أن الجنرالات هم الذين تسببوا في كل ما يحدث هذا قبل 27 عام وقبل 20 عام وفي كل هذه الفترة أنت فقط تقوم بتنظيف كمن قام برمي قذرات عزكم الله على بواب الجيران يسألونه الناس أن يقوم بتنظيف فقط دورك أنت والجنرالات الذين معك يجب أن يكون مفهوم وواضح وهو حماية الحدود وحماية السيادة الوطنية من تدخل خارج الخوف كل الخوف أن يتم صناعة زعماء وهميين شوفنا بعض الشعارات لرفعات البارحة وترفع أيضا اليوم من أن وكأنها تعطي للقايد صالح تفويض هذا التفويض رأنا عارفين هذه الكلمة ركما سمعتوها من عند السيسي وشوفوا وراء وصل السيسي مصر إخوانا قدماء الجيش ما شاء الله عليهم ووقفهم ممتازة ووقفنا معهم حينما كانوا لوحدهم وكانت العصاة تبكل فيهم وكانت قيادة الجيش وكبار الجنرال التي أمرون بضربهم في الطرقات وبيقمحهم وبالضغط عليهم وحتى ما يخلهم حتى يخرجوا من مدنهم وقراءهم الآن إخواني أحذروا من شيء أن يتم استخدامكم في عملية التفاف على إرادة الشعب وفي عملية تبيض واسعة لكبار الجنرالات نعم للخطوات التي يقوم بها قايد صالح ومن معه دون إعطاءه كارت بلونش دون إعطاءه تفويض دون إعطاءه أنه مخلص المخلص هو الشعب المخلص هو الشعب الشعب هو اللي كسر الأغلال كسر الحواجز خرج القضاة المحامون فيما بعد الطلبة الجميع حتى قايد صالح تخلص من ضغط العصابة اللي معاه ويريد أن يقدم أنه شيء مليح هذا شيء نشجعه وقلنا دائما من أن هذا الموضوع قد يدخل جناعة الجيش إلى التاريخ في موقفهم هذا بدون تضخيم بدون إظهارهم على المخلص هذا مهم جدا نكرروا مرة أخرى وأن قدما الجيش نتبهوا جيدا لهذا الموضوع حتى لا يتم التلاعب في اتجاه ونتحول من الحكم العسكري غير المباشر للحكم العسكري المباشر هذا غير مقبول بكافة الأحوال الآن بالنسبة للحديث على التدخل وجود فرنسا في الموضوع حسب الشروق اللي أصبحت ناطق شبه رسمي حتى نقول رسمي باسم جايد صالح هذا مهم جدا نريد أن نعرف تفاصيل هذا اللقاء اللي قالوا أنه تم يوم الأربعان الماضي ما بين جنرال توفيق جنرال ترطاق سعيد بوتفليقة وقالوا عناصر من المخابرات الفرنسية وذكرت حتى أسماء ربما قائد المخابرات الفرنسية في السفارة في الجزائر هناك من ذكر أسماء آخر إلى آخر سواء كان هذا الاسم أو ذاك قضية الحديث عن فرنسا مهم جدا لكن لا نريد أيضا أن تستخدم كخداع في الموضوع لأن الشعب الجزائري كله يرفض كل تدخل خارجي فما بل كان يكون فرنسي لا نريد أن تستخدم هذه كخداع في الموضوع أنا هنا قد يلاحظ إخواني أني شغل وكان ينضي البريكس كان ينضي الفرامل الفرنات باش ما يكونش الاندفاع اندفاع في اتجاه القايد صالح وفي اتجاه الجنرالات نشجعهم لكن مع أخذ الاحتياط حتى لا يتلاعبوا لأننا تعودنا على التلاعب تعودنا على الخداع تعودنا على النفاق تعودنا على الاختراق تعودنا على كل هذا لا نريد أن نكرر ذلك وأن يسرق هذه التضحيات هذه الانتفاضة هذا الحراك المبارك هذه الثورة السلمية المباركة أن تسرق مرة أخرى مهم جدا مهم جدا ندعم هذه الاتجاهات نريد أفعال يعني حداد لو كان ما هوش فطنة بوليس الحدود وجاء وجاء مارك الحدود في أم الطبول الله يبارك فيهم ونحييهم على ذلك لو كان راح لو كان خرج يعني مازال لم يعتقلوا هؤلاء وهم الذين نهبوا مليارات ليس من السنتيمات وإنما من الدولارات من أموال الشعب الجزائري هذا غير معقول هذا يوضحنا من أن هناك مشكلة مرة أخرى نؤكد على ضرورة اعتقال عناصر العصابة المدنية في أسرع وقت ممكن نحن نتحدث على 150 شخص إذا توسعت تصل إلى 1000 شخص ليس أكثر والحمد لله هناك أجهزة متعددة وهناك عندي قائمة كاملة هنا يعني بدون من ندخل في تفاصيلها لأن فيها بعض التفاصيل ربما السرية لكن هناك أجهزة كاملة من القوات المتعددة اللي كلها تخضع لقاعد الجيش في نهاية المطاف تستطيع أن تقوم بهذا بما فيهم جماعات الـ RPC وفوج المظلين المغاوين رقم واحد رقم اثنين اربعة خمسة ستة اثنى اثنى هذو كلهم متوجدين في العاصمة وضع وحية ويستطيع أن يقوم بذلك نهيك عن قوات أخرى أمس سألوني بعض الناس قال لك كيفاش قلت قوات خاصة جتنبسك الرعم هناك قوات خاصة لكن هذه القوات خاصة اللي جات هؤلاء ما تشوفهمش هؤلاء يروحوا ما يسمى بليقوين سانسيبل هناك حوالي خمسة وثلاثين موقع تريسانسيبل ومواقع أخرى بالعشرات سانسيبل هذه المواقع اللي يسموها الحساسة أو الحساسة جدا يوضع فيها في الغالب قوات متخصصة إما قوات خاصة أو قوات منذ مكافحة الإرهاب أو إلى آخره لحمايتها بما فيها مثلا اللي ذاعوا وتلفزيون اللي أنا ما يخافوا مثلا كل واحد الناس يسيطروا على ذلك بما فيها وزار الدفاع نقرة الرئاسة وأماكن أخرى يعني مش رح ندخل في كل تفاصيل إذن هذا حديثي أردت من خلاله أن نضع الأمور في إطارها نعم لما يجري بتحفظ وبنفس وبرقابة شديدة نريد أفعال ليس فقط أقوال وأن لا تبقى الحديث عن طريق الشروق يعني ما يقدروا يتبرى وخطروا ويقول لكل الشروق قالت هذا كلام جرائد وكلام تلفزيونات مش مش انتعنا نريد ابتعاد رأني اللخص الآن في نهاية الحديث المادة 102 فاتها الوقت الآن الشعب هو مصدر السلطة وهم يعترفون بذلك إذن يجب الحديث على من يمثل الشعب والآن هنا نعم في هذه اللحظات يمكن أن تظهر قيادات للحراك قيادات للانتفاضة وتدخل في التفاوض من أجل استيلام السلطة من عند الجنرالات وإنشاء مرحلة نحن تحدثنا عليها في أرضية وهي خارطة نعتقد أنها تصلح خارطة الطريق تصلح للفترة القادمة لمن يبحث عليها هي موجودة في cns-dz.net نقاط الأخرى نريد تفاصيل هذا الاجتماع نريد أيضا أن نعرف ما تم مع الفرنسيين هل حقيقة توفيق كان موجود هل ترتاق موجود هل تم اعتقالهم أم ما زالوا لم يعتقلوا إذا لم يعتقلوا لماذا هل هناك يعني نريد شونتاج و كونتر شونتاج كل هذه الأشياء نريد أن نعرفها وأن نتحقق منها سابقى معكم إخواني في أي وقت أرى أنه ضرورة التدخل سأتدخل طبعاً لا نريد أن نتدخل أكثر من مرتين أو ثلاثة في اليوم نريد أن نتأكد من بعض المعلومات نريد أن نتأكد بعض المصادر ومرة أخرى وشدد على إخواني لا تكونوا تسمعوا في الإشاعات كثير دائماً لازم تقولوا نريد أفعال ونريد جهات رسمية تتحدث ما الجرائد وفضائيات هكذا لا تلزم أحداً بالمناسبة لا أفهم أيضاً لماذا ما زالت قناة العار تبث وصاحبها ما زال وكأنه يصبح الآن انتقل من مات الملك يحيى الملك لرواي مور فيب لروا هذه قناة بائسة عابثة أعتقد أنه وجب توقيفها الآن لأنها ليست قناة إعلامية وإنما هي بروباغاندا الشارع ثم الشارع ثم الشارع إخواني لا تتركوا الشارع لمجموعات صغيرة تحرك هذا الطرف أو ذاك الشارع يجب أن يبقى للشعب وللشعب كله وهنا وحيي إخواننا المطافع اللي خرجوا في الحراش بشكل هائل وحيي كل الجهات التي تخرج من أجل الضغط والتركيز وتذكير الجيد صارح ومن معه أن الشعب هو مصدر السلطة وأنه آل الأوان أن تقدم السلطة للشعب وليس لغيره وأن الجيش وجنرالاته دورهم هو دور عسكري لكثر خيرهم يقومون بتنظيف القذورات التي تسببوا فيها ثم يعودون إلى ثكناتهم وإلى عملهم الذي يجبون يكون فيه كلما ابتعد الجيش عن السياسة كلما كان قويا وكلما تدخل في السياسة كلما ضعف وأصبح في إطار الصراعات وفي إطار العصابات البلد يمر بمرحلة حارجة جدا وحساسة جدا وكلنا وانتباهنا مهم جدا خاصة خاصة عدم الوقوع في نظرية المخلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن اشتركوا في القناة